من الرهاء مروراً باليوم التالي وانتهاءاً بأموال الضرائب ملفات محل خلافات حادة بين المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل تطورت إلى اتهامات بين النخبة السياسية والعسكرية صراعات كشفها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو حكومة الحرب جادي إزينكوت تبدأ بحسبه من ملف الفشل الاستخباراتي في منع هجوم السابع من أكتوبر وعدم أخذ الإنذارات التي تنبأت به على محمل الجد واصفاً رئيس الوزراء بالمسؤول غير الموثوق لأنه لا يقول الحقائق ويمتد الخلاف ليطال قضية الرهاء إذ يؤيد الجناح العسكري يقول إزينكوت إجراء صفقة جديدة للإفراج عنهم بينما يصر نتنياه على تدمير قدرات حماس لافتاً إلى أن تحقيق النصر الكامل على الحركة غير واقعي مستبعداً إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لاستعادة المحتجزين ويؤيد جادي إزينكوت وقف إطلاق النار في غزة كجزء من أي اتفاق محتمل ويعترف بأن الحرب لم تحقق أهدافها كما ينتقد رفض نتنياه إجراء مناقشات رفعة المستوى بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المسؤول الإسرائيلي أوضح أنه منع إسرائيل من ارتكاب خطأ استراتيجي فادح بمهاجمة حزب الله في الأيام التي تلت هجوم السابع من أكتوبر وفي زمن الحرب يبلغ الخلاف ذروته بين أهم القادة الإسرائيليين ليتحول إلى معركة بين نتنياه ووزير دفاعه يو آف جالنت تقول القناة الثانية عشرة إنهما لا يتحدثان لبعضهما البعض إلا بصعوبة بسبب هيمانة اليمين المتطرف على القرارات مشهد يضع مستقبل حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيسها بن يمين نتنياه على المحك وينذر بعاصفة سياسية في مرحلة محورية من الحرب